اشتركوا في القناة وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أحييكم أعزاء المشاهدين وأرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج آفاق إسلامية حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن التوسط والاعتدال نهج للأمة يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم ظهرت في الآوينة الآخيرة دعوات إلى الوسطية وإلى الاعتدال وإلى نبذ الغلو والتطرف والسؤال الذي يطرح في هذه الحلقة وهو جملة من الأسئلة تطرح في حلقتنا هذه هل التوسط والاعتدال وليد البيئة هل هو أمر فرضته الظروف المعاصرة بسبب الأحداث المتوالية والهجمات ضد ضد الإسلام والمسلمين أم أنه أمر ومنهج رباني أمر به الله سبحانه وتعالى ولماذا هذه الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين أليست هناك محاولات لاختطاف الخطاب الإسلامي وإعادته إلى ما كان عليه قبل قرون طويلة وكيف يمكن للمسلمين اليوم أن يتصدوا إلى محاولات التشكيك والخروج عن الدين والمروق من قبل بعض المغالين ولماذا تظهر أيضا في مقابل التوسط والاعتدال دعوات إلى الغلو والتطرف وإلى التشدد في الدين هل التشدد في الدين هو أمر من حقيقة هذا الدين أم أنه أمر خارج عن نطاقه الحقيقي ولماذا يلجأ البعض إلى قضية التشدد هل لأنهم حريصون كل الحرص على الإسلام أم أن هناك أفكارا دخيلة دخلت على الإسلام والمسلمين كل شيء مطروح إلى النقاش لا نحتكر الحقيقة ولا نختطف الخطاب وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة وبالموضوعية والحيادية التامة في آن واحد يسعدني أن أتحاور مع العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في الجامعات السورية وهو المفكر والداعية الإسلامية المعروف مرحبا بكم دكتور محمد راتب بكم دكتور وائل جزاك الله خيرا حياكم الله ونرحب بك في برنامج آفاق إسلامي شكرا جزيلا حياكم والله دكتور محمد راتب نحن نتكلم عن التوسط والاعتدال والوسطية وهي الحقيقة كلمة بدأت تكثر في الوقت الحاضر السؤال الذي يطرح هل ديننا فعلا هو دين وسط معتدل جاء به الأمر الرباني بهذه الطريقة أم أن كلمة الوسطية ظهرت في مقابل كلمات الإرهاب التي وصف غير المسلمين الإسلام بها ووصف المسلمين بأنهم متطرفون هل هي ردة فعل أم أنها فعل أساسا خاصة ما ظهرت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين دكتور وائل جزاك الله خيرا على هذا السؤال بادئ ذي بدأ الإسلام منتج سماوي وليس منتجا أرضيا قابل للتعديل والتبديل والحزف والزيادة والتطويل والتقصير وما إلى ذلك منتج سماوي والإله كماله مطلق لذلك قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالإكمال نوعي والإتمام عددي أي أن مجموعة القضايا التي عالجها الدين تام من عددا وأن طريقة المعالجة لكل موضوع كاملة نوعا فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالدين لأنه منتج سماوي لأنه وحي السماء وبشرح المعصوم من الأنبياء وهو النبي الكريم فهذا الدين لا يقبل الزيادة ولا الحزف ولا الإضافة ولا التعديل ولا التطوير ولا التغيير لذلك تلخص كل هذه الكلمات بكلمة واحدة دين توقيفي نعم الشيء الدقيق أن هذا الدين التوقيفي أمرنا أن نحافظ عليه أن نتبعه لا أن نضيف عليه لذلك الكلمات التي تطرح اليوم حول التجديد في الدين أنا لا أفهم التجديد إلا بالتعريف التالي أن أنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه إن صح أن هناك تجديداً في الدين فهو أن ننزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منهم ولكن الذي حدث أن بعضاً من المسلمين في وقت ما اهتموا بالنصوص وبالأحكام الفقهية وأهملوا الجانب الأساسي في الدين وهو التزكية ومعرفة الله والإقبال عليه والتخلق بالأخلاق النبوية والعمل والبزل والتضحية وتحقيق المقاصر الكبرى للشريعة بقوا في النصوص وفي الأحكام الفقهية فظهر كرد فعل على هذا التطرف أناس اهتموا بتطهير القلب وتزكية النفس وأهملوا العلم الشرعي فوقعوا في تطرف جميل جداً جميل جداً فالذي أراه أن كل تطرف قاد إلى تطرف قاد إلى تطرف نعم ثم جاء حينما هؤلاء الذين اهتموا بالقلب وكان العلماء يسمون علماء القلوب واهتموا بالسلة بالله وأهملوا الشرع وقعوا في شطحات لا تحتمل فظهر المتشددون الذين اعتمدوا الكتاب والسنة دون أي زيادة فكما ترى أن كل تطرف قاد إلى تطرف فلما المسلمون أهملوا دينهم جاء العلمانيون ليعتنوا بالبلاد وإنشاء السدود واستصلاح الأراضي وتأمين فرص عمل فالذي أراه أن هناك إسلاما فقط الذي جاء به النبي العدنان منهج كامل متوازن يجمع بين الدنيا والآخرة وبين الفرد والمجتمع وبين المادة والروح ويبدأ من الفراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية لكن على كل لما أردنا أن ننفي عن الإسلام إغراقه في الجماليات وتركه للأساسيات أردنا أن نسمي هذه الحركة بالمنهج الوسطي المعتدل فكأن التطرف السابق تارة إلى النص وإهمالا للروح وتارة إلى الروح إهمالا للنص وتارة إلى الدنيا المتوازن مع الآخرة هذه التطورات دعتنا أو فرضت علينا أن نقول إسلام وسطي إسلام معتدل كي ننفي عنه كل تطرف لكن أليس في أصله هو يعني الإسلام وسطي في أصله هو من عند الخالق نزل بهذه الطريقة لا ينبئك مثل خبير هو الخبير بسعادتنا هو الخبير بطرق سلامتنا وسعادتنا هو الخبير بما يصلحنا هو الخبير في حجم العبادات هناك من يخترع عبادات لا أصل لها فيقع الإنسان في حرج كبير فأنا أرى أن أصل الإسلام وسطي إن صح التعبير معتدل متوازن يجمع بين كل العوامل والظروف يعني ذكرت دكتور بأن التجديد هو النزع عن الإسلام ما ليس منه يعني هل هذا الكلام يعني أننا لا نطوره في أس يعني أين موقع الثابت والمتغير في الإسلام دكتور وائل جزاك الله خيرا أنا أتصور أن في الإسلام ثوابت في الإنسان ثوابت وفيه متغيرات حتى في الإنسان في الإنسان يعني الإنسان الذي يعيش الآن في المدينة لو أعطيته كيس قمح ماذا يفعل به؟ عبء عليه أين سيغسله؟ أين سيطحنه؟ أين سيقبزه؟ شيء فوق طاقته أعطي هذا الكيس لإنسان في القرية يأكل منه خبزا طوال العام نعم فلذلك هناك بيئات مختلفة بيئات مدنية، بيئات ريفية، بيئات غنية، بيئات فقيرة هناك اختلاف في البيئات، في التصورات، في السقافات ففي الإنسان جانب متغير هذا الجانب المتغير غطاه الإله العظيم بنصوص ظنية الدلالة تحتمل معاني كثيرة جميل والله أراد كل هذه المعاني إذن مقصود أن تكون هناك نصوص ظنية الدلالة طبعا، هناك نصوص ظنية الدلالة والعقول والأفهام متفاوتة وكان من الممكن أن تكون جميع نصوص القرآن الكريم قطعية الدلالة وكذلك نصوص السنة أما وآتوا الزكاة يا ترى الزكاة نقداً أم عيناً بحسب البيئة بالمدينة أعطيه مالاً لكن كمبدأ موجودة الزكاة كأصل ثابتة أما طريقة أدائها نقداً أو عيناً هي تفرضها البيئة وتفرضها النصوص الظنية التي تحتمل كل المعاني أما أنا كإنسان حينما أنطق بنص ظني أقصد معنى واحد لكن من ضعفي باللغة جاءت العبارة فاتفاضة مثلاً أنا حينما أقول لإنسان أعطي زيداً ألفاً وخمسمائة درهم هذا النص قطع الدلالة لا يحتاج لا إلى تفسير ولا إلى شرح ولا إلى تحليل ولا إلى فقيه ولا إلى مجتهد فواضح أما إذا قلت أعطي فلاناً ألف درهم ونصفه يا ترى الهاء على من تعود يا ترى ألف وخمسمائة ألف ونص درهم هذا النص ظني الدلالة فأنا أرى أنه إذا رأينا في القرآن الكريم نصاً ظني الدلالة فمعنى ذلك أن الإله العظيم أراد من هذا النص الظني الدلالة كل المعاني المحتملة مراعاة بالظروف المتبدلة والمتغيرة في حياة الإنسان صحيح صحيح أما حينما قال أقيموا الصلاة قطع الدلالة نعم ولا يغتب بعضكم بعضاً قطعي الدلالة فكل أمر وكل نهي قطعي الدلالة هذا يغطي الثوابت في الإنسان فأي نص قطعي الدلالة يغطي الثوابت لا يتبدل ولا يتغير ولا يعدل ولا يطور ولا يحزف وكل نص ظني الدلالة يغطي المتغيرات نعم فكأن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة 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 أراد من النص ظني الدلالة أن يكون هناك مشتهدون بل إن الله عز وجل لكرامة الإنسان عنده أعطاه بعض صفاته هذا قد دفمه من قول النبي الكريم إن الله خلق آدم على صورته مع الخلاف بين المفسرين عليها بعض المعامل فالله عز وجل حينما سمح للإنسان أن يجتهد من خلال النص ظني الدلالة فكأنه أعطاه صفة المشرع أحيانا وقد قبل الله أن نتعبده باجتهاد فقهائنا نعم أي واحدة الله عز وجل فرد والإنسان أعطاه فردية فله قضحية عين لا تشبه إنسانا آخر له بصمة يد له رائحة جلد له نبرة صوت له زمرة نسيجية له زمرة لنطفته لا تتغير سابته وخاصة بكل إنسان الله أعطاه صفة الفردية أعطاه صفة الإبداع عن طريق الجينات فكأن الله سمح للإنسان المخلوق الأول أن يشرع من خلال النص الظني الدلالة نعم وسمح له أن يبتدع من خلال الجينات نعم وسمح له أن يكون فردا وسمح له أن يكون زائرادة من خلال الحرية التي أعطاه إياها مع أنه ليس كمثله شيء نعم فهذا تكريم للإنسان إذن الإسلام في نصوصه قطعية الدلالة يغطي الجانب الثابت بالإنسان ومن خلاله نصوصه ضنية الدلالة يغطي الجانب المتغير بالإنسان إذن الإسلام منتج سماوي توقيفي يؤكده قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي الإكمال نوعي والإتمام عددي لا يضاف عليه ولا يُحذف منه وقد أمرنا الله أن نتبع لا أن نبتدع بل أمرنا أن نبتدع في دنيانا في الدنيا نستصلح الأراضي نستخرج الثروات نحل مشكلة الشباب نؤمن بيوت السكنية فرص العمل فأنا مكلف أن أبتدع في الدنيا وأن أعمر الأرض بينما أنا مكلف أن أقلد في الدين لأنه منتج إلهي سماوي هذا هو الإسلام طيب يعني فضيلة الدكتور يعني الإسلام يجمع بين كونه إنسانيا وبين كونه واقعيا ومثاليا وأيضا يجمع بين الشمولية الربانية العالمية قضايا كثيرة يجمعها الإسلام وتشعر أنه لم يغرق في كون الإنسان مثاليا لم يرفعه ليصبح الإنسان ملاكا وفي الوقت ذاته لم ينظر إليه على أنه شهواني ولم ينظر كما نظرت إليه بعض البيئات الأخرى أنه كشهوات الحيوانات وغيرها ولكنه استطاع أن يجمع بين كل هذه القضايا ليكون الإسلام وسطيا ومعتدلا ضمن هذا الاعتدال كيف استطاع الإسلام أن يجمع بين كل هذه الخصائص عند الإنسان وأن يحافظ في الوقت ذاته على أنه هداية ورحمة للعالمين دكتور وائل جزاك الله خيرا أنت ذكرت بأول كلمتك مجموعة كلمات أن الإنسان الإسلام رباني والإسلام إنساني والإسلام رحماني كلمات رائعة لو وقفنا عندها قليلا الإسلام رباني يعني هذا الدين من عند الله أي إنسان إذا شرع ينتفع بتشريعه تنشأ أحقاد عظمة الإسلام أن التشريع من عند الله وأننا جميعا أمام هذا التشريع سواء بينما إن كان المشرع إنسان في الأعام الأغلب سيشرع لمصلحته وسينشأ له خصوم لذلك في المنهج الأرضي هناك واضع القانون ذكي والمواطن أذكى وهي معركة بين واضع القانون وبين الإنسان فعلا يعني نحن أردنا أن نحدد السرعة في أمريكا وضعنا أجهزة تلتقط السرعات الزائدة صنع الإنسان جهاز يكشف هذا الجهاز الآن الدولة في صدد صناعة جهاز يكشف جهاز السيارات إذن هي معركة لا تنتهي صحيح بين واضع القانون وبين منفذ القانون منفذ القانون ولكن حينما أمرنا الله بالصيام ويكون الإنسان في بيته وحده وأمام صنبور ماء بارد ويكاد يموت من العطش هل يمكن أن يضع في فمه قطرة ماء؟ هذا هو التشريع الإلهي لو أنه قانون فرض الصيام على الأمة كم إنسان يشعر؟ من الذي سيلتزين؟ لا أحد يلتزين يجب أن نعلم أن الدين له أثر في المجتمع كبير جداً وحينما نعلم أن لهذا الدين هذا الأثر نستخدم الدين كمنهج رباني لتطوير حياتنا ألا يساهم هذا في حل مشاكل المجتمع أيضاً؟ طبعاً ألا يساهم أيضاً في تطبيق القانون وهو أدعى إلى الإلتزام بأركام القانون؟ لما سيدنا ابن عمر امتحن راعياً قال له بعني هذه الشات وخث ثمنها قال له ليست لي قال له قل صاحبها ماتت قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله؟ الله لما قطعت الكهرباء في مدينة بأمريكا ارتكبت مئتا ألف سري قبله لوحدة صحيح كلفتها ثلاثين مليار صحيح فإذا الاستقامة هناك ألكترونية نعم وليس الدينية جميل هذا التعريب استقامة ألكترونية فنحن حينما نؤمن بهذا الدين يكون الوازع الداخلي وحينما نطبق القانون يكون الرادع الخارجي وفرق كبير بين الوازع والرادع الوازع شيء ينبع من أعماق النفس لذلك قال تعالى إن الصلاة تنهى نهيا ذاتيا عن الفحشاء والمنكر والذكر الله أكبر فلذلك الإسلام إنسان رباني من أصل سماوي وينتهي إلى الله عز وجل ما من دعاء جامع مانع موجز بكلمتين كهذا الدعاء اللهم أنا بك وإليك سبحان الله أنا بك وإليك ألا ترى سمحت الدكتور فضيل الدكتور بأن الالتزام بتربية الناس وفقا لمنظومة أن الإسلام رباني وأنه متوازن يعني نحن دائما نتعلمها ونعلمها بطريقتها التقليدية الإسلام يجمع كذا الواقعية المثالية الربانية الشمول لو أنها أصبحت منهجا للأمة أليست كفيرة بأن تحل مشكلات الأمن في داخل المجتمعات؟ أبدا أبدا مثلا يعني الإسلام أليه أليه الشيء الذي يحقق الأمن للمجتمعات هو الإسلام؟ نعم بالتزامه بهذه الطريقة؟ نعم يعني الإسلام الآن إنساني يصلح لكل زمان ومكان وينتفع به كل إنسان بل إن الإسلام الإنساني منهج موضوعي لو طبقه الملحد لقطف سماره نعم لو طبقه الملحد أنا أرى أن كل إيجابيات العالم الغربي التي نعجب بها هي إسلامية لأن أصحابها حكموا عقولهم ففعلوا شيئا عاد عليهم بالربح الجزيل أنا أقول أكثر إيجابيات العالم الغربي إسلامية لا لأنهم يعبدون الله بل لأنهم يعبدون الدولار من دون الله إيجابيات إسلامية فالإسلام إنساني ممثلا حينما أعتني بشعبي عناية تفوق حد الخيال كالعالم الغربي وحينما أقصف المدن والقرى من أجل حجة غير صحيحة حينما أنهب السروات للعالم الثالث حينما أقهر شباب العالم الثالث أنا ماذا فعلت؟ أنا لست إنسانيا أنا كنت مهتم بمجتمعي فقط عظمة هذا الدين أنه إنساني وهو صالح لكل مكان وزمان وصالح لكل إنسان وينتفع به كل إنسان فلو طبقنا هذا المنهج لنتفع به الجميع والنبي الكريم يقول من غش فليس منا مقل من غشنا فيه من غشنا بس الأوسع من غش فليس منا وتصديق لما تتفضلون به دكتور محمد راتب النابلسي يعني تصديقا لهذا الكلام أن المدن المفتوحة والبلدان المفتوحة كانت في صدر الدور الإسلامية قد وصل بها من الرقي الحضاري أضعاف أضعاف ما كان في مراكز الخلافة الإسلامية ولم تأتي لنهب ثروات الشعوب ولا لانتزاعها الحملات التنويرية والثقافية كانت مولودة مباشرة دكتور وائل الإسلام واقع بمعنى من تعريفات العلم البسيطة أنها علاقة بين متغيرين مقطوع بصحتها تطابق الواقع عليها دليل لو ألغينا الدليل لكان تقليداً لو ألغينا الواقع لكان جهلاً لو ألغينا القطع لكان وهماً أو ظناً أو ظناً ظناً أو وهماً أو شكاً فالعلم ليس وهماً ولا ظناً ولا شكاً ولا تقليداً ولا مخالفاً للواقع بل من تعريف أقصر العلم الوصف المطابق للواقع مع الدليل فالإسلام واقع بمعنى أنه ينطلق من الواقع لذلك هناك كلام مثلاً مسل حالمة واقع مر الإسلام عظمته أنه قرب المثالية من الواقع فصار هناك مصطلح اسمه الواقعية المثالية والمثالية الواقعية فنحن ننطلق من الواقع بل ونرفض الواقع السيء والذين إذا أصابهم والبغيهم ينتصرون بل ونبدل الواقع بأدوات واقعية فالإسلام واقعي ينطلق من الواقع ويرفض الواقع السيء ويبدل الواقع السيء بأدوات واقعية فالإسلام إنساني والإسلام رباني والإسلام واقعي ولأنه كذلك كان دين النهوضي بالأمم وصالح لكل مكان وزمان الآن بمجلس الشيوخ الفرنسي كلف لجنة أن تدرس المصارف الإسلامية فكان الجواب أن هذه المصارف مع أنها تحرم الربا أي تحرم الفائدة السابتة كل طرف شريك بالأرباح والخسائر الكاملة وتحرم الزنا وما يتبع الزنا لكنها صالحة لكل مجتمع في أوروبا وتنصح هذه اللجنة الحكومة الفرنسية أن تكسر من إقامة البنوك الإسلامية على التراب الفرنسي صحيح صحيح الآن ما الذي يحدث؟ الله قال سنريهم آياتنا في الآفاق يعني انهيار النظام العالمي أحد أكبر آيات الله الدالية على عظمته لأنه لأنه الإسلام سمحنا أن نتاجر بالسلع والخدمات ولم يسمح لنا أن نتاجر بالسمن والنظام العالمي الغربي المالي قائم على المتاجر بالسمن هذه المتاجر بالسمن أودت بمصائب لا تنتهي وقد أقول لم تبدأ بعد هناك احتمال أن يكون خمسين مليون وظيفة شاغرة في أمريكا لنهاية هذا العام شركات عملاقة حوالي ستمية وخمسين ألف فقط شركات عملاقة تعلنوا إفلاسها لأنه نظام بني على المتاجر بالقيمة نعم يعني أكبر بنك أفلس أول بنك أفلس وأكبر بنك هذا عمره مية وخمسة وخمسين سنة لأنه يشتري الديون وعندنا في الدين ببساطة بالغة الدين لا يباع لا يشترك نهى عن بيء الكالي تظهر آيات الله عز وجل تظهر في مجالات شدة لذلك من حين لآخر الله عز وجل يرين آياته هذه الآيات جرعة منعشة لنا يعني نحن أنا كنت أخشى أن يصاب المسلمون بثقافة اليأس أو ثقافة الإحباط أو ثقافة الطريق المزدود لكن حينما تأتي آيات الله تؤكد عظمة هذا الدين أو تنصر قلة قليلة على كثرة كثيرة هذا من شأنه أن يعطينا جرعة منعشة صحيح بارك الله فيك طب دكتور يعني قضية التوسط والاعتدال ماذا نعني بكلمة الوسطية؟ نعم يعني في مادية مقيتة في روحانية حالمة فالإسلام بين المادية المقيتة والروحانية الحالمة كل شيء مادي شيء لا يحتمل وكل شيء روحاني لا يحتمل فكأن الإسلام جمع ببراعة عجيبة بأسلوب رائع جدا بين المادية المقيتة وبين الروحانية الحالمة مثلا أنت بحاجة إلى عمل عملك الذي ترتزق منه عملك أي مهنتك والأصح حرفتك العمل الذي ترتزق منه إذا كان في الأصل مشروعا وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة الناس ولم يشالك عن واجب دينيا ولا عن عمل صالح انقلب إلى عبادة ما هذا الجمع العجيب بين المادية بين حرفتك التي لا بد من أن تحترفها وبين عبادتك فجمع الإسلام بين المادية المقيتة وبين الروحية الحالمة بطريقة عجيبة فصار أنا عملي اليومي دوامي الطويل هو عبادتك نعم جميل هي واحدة في شيء ثاني الإسلام العظيم المتوازن المتوسط جمع بين الواقعية المرة والمثالية الحالمة في واقع مر في مثالية حالمة قرب المساهة بينهم نحن حينما نقرأ القصص المعاصرة لكبار كتاب القصة نرى إنسان ساقط إنسان لئين إنسان وصولي إنسان ذنيء أحيانا إنسان يبيع قيمه كلها بعرض من الدنيا قليل تقرأ تاريخ الصحابة ترأو ناس أبطال عاشوا ظرفا سيئا جدا نبي الكريم قال أذيت في الله وما أذي أحد مثلي وخفت في الله وما خاف أحد مثلي وأتى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه إبط بلال فالصحابة عاشوا واقعا مرا لكن باتصالهم بالله مزجوا بين هذا الواقع المر وبين إقبالهم على الله عز وجل لذلك قال بعض والعارفين بالله لو يعلموا الملوك ما نحن عليه لقاتلون عليها بالصيوف الإنسان الدكتور وائل الإنسان له فطرة والمنهج الإلهي متوافق مع الفطرة توافق مزهل مزهل يعني أي أمر أمرك الله به برمجك عليه ولفك عليه فطرك عليه جبلك عليه كلمات لمؤدى واحد جميل فأنت حينما تطيع الله تلتقي مع نفسك تصطلح مع نفسك أو حينما تصطلح مع نفسك تلتقي مع مناج الله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ما هذه الروعة أنه الإنسان قال تعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا يعني ألهمها حينما تفجر أنها فجرت من دون معلّم يعرف الإنسان نفسه أبداً معرفة ذاتية الآن الطائرات الحديثة جداً اللوحات أمام الطيار شافة بيضاء إذا في خطأ بظهر بظهر آلية ما في حاجة أن تتابعه أنت أنا أؤمن أن الإنسان مبرمج برمجي من أعلى مستوى بحيث لو أخطأ لحاك هذا في صدره وكره يطيع عليه الناس فكل إنسان عنده فطرة ومن هنا جاء الحديث أبدا الإسم ما حاك في صدرك والبر مطمئنت إليه النفس ما الذي يسعدك أن تكون في طاعة الله ما الذي يقلقك أن تكون في معصيته لذلك قال تعالى وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا أي ألهمها حينما تفجر أنها فجرت وحينما تتقي أنها اتقت فهذا موضوع الفطرة موضوع من أروع ما في الدين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فبين المادية المقيتة والمثالية الحالمة بين الواقع المر بين البصل العليا هذا في جمع عجيب جدا فنحن حينما نعود إلى حقيقة الإسلام نراه معتدلا متوازنا وسطا بين طرقين بدون أي تكلف مجسات داخلية عند الإنسان تقوده إلى هذه الوسطة في ثبات رتيب في تغير مضطرب أنا مرة كنت في أمريكا كنا بمؤتمر إسلامي بقول لي أحد المؤتمرين هنا في أمريكا ما في شيء مقابل للبحث والرفض ما في شيء مقدس إطلاقا أما نحن في دين عندنا ثوابت نعم نحن في عندنا متغيرات عندنا أشياء قابلة للدراسة بس في أشياء فوق مستوى الدراسة أصول الدين فأنا لما بيكون في أصول لحياتنا بالمناسبة دكتور وائل الله عز وجل أعطانا تفسير عميق أو تصور أو عقيدة أسماء لمسمى واحد شمولي يقدم لك التفسير العميق والدقيق والمتناسق في الكون والحياة والإنسان هي حالة أسماء من عقدي إننا ما في عنا مفاجآت جميع التطورات التي تظهر لصالح ديننا من خمسين سنة وقادمة ما في حدث خطير ظهر بالعالم إلا أكد ديننا نعم الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار حرم الخمر الآن النظام العالمي الجديد بيقول مدير البنك الدولي لقد انهار النظام المالي والغربي فنحن أي حدث قادم يعني مفاجآت ما فيه أي حدث قادم يقوي إيماننا صحيح صحيح أنا بذكر أنه فيه رئيس وزارة فرنسي انتحار أكثر من مئة الصحافي كتبوا عن سبب انتحاره ما فيه سبب من أرقى عوائد باريس ولم يقع فيه فضيحة لا مالية ولا جنسية وانتحر اهتدى صحفي واحد من بين مئة صحفي إلى سبب انتحاره هو عاش انتحر في السبعين وكان ملحد اكتشف قبل أن ينتحر أن لهذا الكون إلها عظيما احتقر نفسه كيف كان ملحد لسبعين سنة ماضية فعالج الخطأ بخطأ نحن ما عنا إطلاقاً بحياتنا حدث يظهر في العالم ينقض قرآننا نعم أو ينقض ديننا لا يزيدك إلا قوتنا مع أنه التطور العلمي من آدم لقبل خمسين سنة بكفة ومن خمسين إلى الآن بكفة ثانية نعم مع كل هذه التطورات يعني مثلاً هناك من يتوهم أنه المنحرف أخلاقياً الشاز في عنده جينات شازة لكن أنت بإيمانك ما بتقبل الكلام أنه الله خلق بالإنسان جينات شازة بيحاسبه بعضه الإله عادل عادل هذا في ظلم كلينتون قبل أن تنتهي ولايته أطلق قنبلة علمية اسمها الخارطة الجينية الخبر الذي أنا لا أصدق أنني سمعته قال لا علاقة للجينات بالسلوك لا علاقة للجينات بالسلوك أبداً أبداً الانحراف خطأ ارتكبه الإنسان وثبت هذا الأمر ثبت أبداً حقيقة علمية فأنا أقول أنه في عنا حالة اسمها أمن عقدي يعني لم يظهر في مستقبل الأيام شيء يناقض ديننا جميل أنت عم تقرأ قرآن والخيلة والبغالة والحميرة يتركبوها وزينة راكب طيارة أنت سبعمائة وسبعة وسبعين درجة أولى المقعد بسير سرير أمامك كل الصحف والمجلات 20-30 قناة أمامك إخبارية الطعام والشرار وفي الفضاء بـ 40 ألف قدم بسرعة ألف كيلومتر بالساعة عم تقرأ والخيلة والبغالة والحميرة يتركبوها وزينة أدوا كلام الله عز وجل ويخلق ما لا تعلم يخلق ما لا تعلم تغطي بارك الله ما في مشكلة إطلاقا يعني مثلا رائد فضاء صعدة إلى السماء اسمح لي دكتور محمد راتب سنعود ولكن معنا فاصل ماشي أعزائي المشاهدين نعود إليكم بعد الفاصل فابقوا معنا أهلا ومرحبا بكم من جديد وأسمح لي أن أرحب مرة أخرى بضيفي العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي موضوع حلقتنا هو الاعتدال والتوسط نهج للأمة مرحبا بكم دكتور بكم دكتور وائل جزاك الله خير رحاياكم الله وحفظكم الله كنا نتكلم عن الأمن العقدي ثم عن رائد الفضاء رائد الفضاء صعد إلى القمر طبقة الهواء 65 ألف كيلومتر فيرى من خلال النافذة كل شيء نعم فجأة صار الجو ظلاما دامسا فصاحب أعلى صوته لقد أصبحنا عميا وما الذي حصل ضمن طبقة الهواء في ظاهرة فيزيائية اسم انتسار الضوء أن أشعة الشمس حينما تسلط على ذرات الهواء ذرات الهواء تعكسها على ذرات أخرى ففي نحن بأرضنا ما كان في أشعة شمس ما كان في ضوء الشمس هذه الظاهرة اسمها اسمها انتثار الضوء فلما تجاوز رواد الفضاء طبقة الهواء إن عدم الانتسار وأصبح الظلام دامسا فصاح الرائد بأعلى صوته لقد أصبحنا عميا يقول القرآن الكريم وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاء فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ تعرض في موقعها بالإنترنيت صورة لوردة جورية جميلة جداً وريقاتها الحمراء الداكنة مع وريقات خضراء زاهية مع كأس أزرق في الوسط يكتب تحت هذه الصورة لو تأملتها قبل أن تقرأ ما تحتها لا تشك لثاني واحد لأنها وردة جورية كنتب تحتها صورة انفجار نجم في الفضاء اسمه عين القط يبعد ثلاثة آلاف سنة ضوئية عن أرضنا ثلاثة آلاف سنة ضوئية والسنة ضوئية تسعة ونصف مليون مليون كيلو وبالمناسبة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب أربع سنوات ضوئية لو أنه في مركبة أرضية وفي طريق بهذا النجم نحتاج لخمسين مليون عام أربع سنوات هنا ثلاثة آلاف في نجم أربع وعشرين مليار سنة ضوئية ما حجم هذا الكون نعم ما سعته فلذلك القصة هنا أن هذا النجم الذي انفجر فشكل ورده نفتح القرآن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم دكتور وائل الأنبياء السابقون معجزاتهم حسية لأنهم لأقوامهم فقط والمعجزة الحسية كتألق عود الثقاب تألقت مرة وانطفأت فأصبحت خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه أما نبينا الكريم لكل الأمم والشعوب لكل الأزمان والأعصار للناس أجمعين رحمة للعالمين فهو آخر الأنبياء وخاتمهم وكتابه خاتم الكتب فينبغي أن تكون معجزته علمية نعم ومن هنا ترى وأنت أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أنه لهذا السبب لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم صدق دكتور وائل أنا مأخوذ بهذا الموقف الحكيم لعله من توجيه الله له أو من اجتهاده لم يفسر لأنه لو فسر بأي موضوع تعبدي له أربعمائة حديث بأي موضوع تعبدي أما ولا حديث حول ألف وثلاثمائة آية بالقرآن قال بعض العلماء لو أنه فسرها تفسير مبسط لأنكرنا عليه نعم لو فسرها تفسير لم يستوعب الحقائق لو فسرها تفسير بتناسب مع ما أراه الله من آياته الكبرى لأنكر عليه أصحابه تركت للعلم فكلما تقدم العلم كشف عن جانب من هذه الآيات المعجزة ومن هنا بقي صالحا لكل زمان ومكان وخالدا إلى يوم لذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه في القرآن آيات لما تفسر بعد لما تفسر بعد نعم نبارك الله فيكم دكتور يعني لماذا اختار الله سبحانه وتعالى كلمة الوسطية لتكون شعارا لهذه الأمة نعم هل لأن الوسط هو القوة أشعة الشمس والشمس تكون في أوجها عندما تكون في الوسط الإنسان يكون في أقوى حالاته عندما يكون شابا فهو في الوسط نعم لماذا اختار الله عز وجل هذه الكلمة لهذه الأمة هل لأنها ستكون أقوى الأمام أنا أرى أن لهذه الكلمة معاني كثيرة نعم كلها مقبولة أحد معانيها العدل 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 يعني في كلمة قال بعض العلماء إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة على الأمة المسلمة الظالمة فلذلك العدل أصل في حياتنا جميل فإذا كنا بوضع فيه عدل كان هذا الدين رحمة للأمة واجتمعت عليه الدين أداة جمع لا أداة تفريق الدين أداة قوة بس قوتنا في العدل لذلك يا فاطمة بنت محمد يا عباس عم رسول الله أنقذا نفسيكم من النار أنا لا أغني عنكم من الله شيئا لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسفع به نسبه يعني الشهيد الذي وضع روحه على كفه ودفع أثمن شيء يملكه حياته وابتغى بذلك وجعله نعم يغفر للشهيد كل ذنب إلى الدين لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة بينما حقوق الله مبنية على المسامحة هذا الذي سأل النبي عنه وقد عاصره في الغزوات عليه دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم فقال أحدهم علي دينه فصلى عليه سأله في اليوم الثاني أأديت الدين؟ قال لا سأله في اليوم الثالث أديت الدين؟ قال لا في اليوم الرابع قال له أديت الدين الآن ابترد جلده فدين دين العدل دين العدل والعدل أصل في حياتنا فلذلك النبي الكريم لو أنك انتزعت من فمه الشريف فتوى لصالحك ولم تكن محقا بها لا تنجو من عذاب الله الدليل قوله الشريف لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النا فالوسطية تعني العدل الوسطية تعني أن تكون بين طرفين فالتهور طرف والجبن طرف الشجاعة وسط الإنفاق المعتدل وسط الإسراف تطرف والبخل تطرف الإفراط والتفريط أبدا فالوسطية تعني الاعتدال أي أن تكون بين تطرفين وتعني العدل وتعني القوة هل هي أفضل ما في الشيء؟ يعني يقال وسط الشيء أفضل ما فيه؟ كحبة العقد الوسطة أكبر حبة بالعقد توضع في الوسطة نعم فالوسطية عدل نعم والوسطية قوة والوسطية فضيلة نعم وهي الأولى بين أخواتهم رئيس القومي يجلس أوسطهم أما المعنى الدقيق جدا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يعني اختارنا الله لنكون وسطاء بينه وبين خلقه نعم هي مهمة الدعوة نعم كانوا رعاة للغنم فلما عرفوا الله واستقاموا على أمره جعلهم الله قادة للأمم هذا الدور الذي يليق بنا كأمة صحيح كأمة اختارنا الله لنكون وسطاء بيننا وبين خلقه نعم يعني لتكونوا شهداء على الناس أنكم أنتم مسؤولون عن الأرض أيضا نعم وهذا الأمر يقتضي إذا كنتم وسطا أنكم عادلون نعم لأن العدل أساس الملك نعم أنا أقول كريمي دكتور وائل والله وأقسم لو فهم الصحابة الكرام الإسلام كما نفهمه نحن لما خرج من مكة المكرمة أضرب لك مثال صحابي جليل أثناء الهجرة ألقي القبض عليه فقال للذين ألقوا القبض عليه عهدوا الله إن أطلقتمني لن أحاربكم فأطلقوا حدث النبي بهذا فسر به النبي بعد سنة أو سنتين كانت غزوة فانخلط فيها قالوا ارجع ألم تعايدهم يعني الخلق الذي جاء به النبي وعلمه أصحابه هو سبب يعني انتشار الإسلام بهذه السرعة صحيح والاتساع لذلك سمعت كلمة لأحد كبار علماء الغربيين لو طبق المسلمون اليوم الأخلاق الذي عرفت عن الصحابة لن تشر الإسلام ثانية في نفس السرعة أبدا نعم المشكلة أخلاق يعني طرف الآخر لا تعنيه عبادتنا تعنيه أخلاقنا لذلك الله عز وجل حينما وصف القرآن وصف النبي الكريم قال وإنك لعلى خلق عظيم وإنما بعست معلما إنما بعست لأتمم مكارم الأخلاق جميل جميل دكتور يعني الوسطية لها أو التوسط له مظاهر متعددة في الإسلام منها في الجانب العقدي منها في جانب المعاملات منها في جانب العبادات في الجانب العقدي كيف كان الإسلام متوسطا كيف اعتدل الإسلام في الجانب العقدي نعم أولا يعني أنت حينما ترى أن كل واحد قوي بالأرض يفعل ما يريد هذا التطرف أين الإله أين عدله أين إشرافه على الكون أين ألوهيته فلذلك لا يعقل ولا يقبل أن يقع في الكون شيء لا يعلم الله به أو لم يريده من هنا أقول هذه المقول الدقيقة كل شيء وقع أراده الله بمعنى سمح به وقد قال العلماء أراد ولم يأمر أراد ولم يرضى وكل شيء أراده الله وقع أما الدقة البالغة وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق إذن الوسطية بالاعتقاد أن الأمر بيد الله والإنسان يحاسب على عمله كيف نجمع بينهما إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير أمر بيد الله عز وجل سمح به حديث الإفك سمح به وكان بإمكانه أن يمنعه وقد يتوهم المتوهم أن الذي روجه ليس آسما قال والذي تولى كبره له عذاب عظيم فهو التوسط أنه الله أكد لك أن الأمر بيده ولم يعفيك من المسؤولية هذا التوسط في إنسان يوحد بسزاجه يتوهم أن التوحيد يعفيه من المسؤولية وفي إنسان يرى أن الله لا علاقة له بالكون مع أن الله عز وجل من آيات التوحيد وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الله عز وجل ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه آيات التوحيد واضحة جدا وآيات المسؤولية واضحة جدا فإما أن يحاسب الإنسان ويظن أن الإله ما له علاقة بما يجري أو أن الأمر كله بيده ونحن ما لنا علاقة بشيء نعم كلاهما في تطرف فالعقيدة التوحيد هي وسط بين التوحيد المجرد وبين المسؤولية التي مناطة بالإنسان جميل يعني حتى في قضية النظر إلى الكون بين أولئك الذين اعتبروا أن الوجود هو أساس كل شيء وبين أولئك الذين فنوا أنفسهم وزهدوا في هذا الكون كيف أيضا رتب الإسلام هذه العلاقة مثلا أنا أقول منطلقا من هذه الفكرة حينما رأى النبي الهلال قال هلال خير ورشد كلام دقيق موجز لكنه يعني أن هذا الهلال وأي شيء آخر خلقه الله له وظيفتان وظيفة نفعية وظيفة إرشادية أنا أرى أن العالم الغربي انتفعا لا حدود له من الوظيفة الأولى سخر كل السروات لينتفع بها والمسلم يرى أن هذه الآيات تعرفه بالله فانتفع من الوظيفة الإرشادية لكن الوضع الوسطي أن تنتفع من كليهما يعني أن تستخدم هذا الكون لمعرفة الله وأن تستخدمه لحل مشكلات المجتمع يعني استصلاح الأراضي إنشاء السدود هذا كله من أجل المجتمع قلت في البداية الله عز وجل يريدنا أن نبتدع في دنيانا وأن نحل مشكلاتنا وأن نتبع في ديننا للعكس فالذي حصل قلدنا في دنيانا وابتدعنا في ديننا فإذن حتى في موضوع الكون هناك من ينتفع به فقط كالغربيين وهناك من يعرفه بالله فقط دون أن ينتفع به جميل الوسط أن نتعرف إلى الله من خلاله وأن ننتفع به في حياتنا جميل دكتور محمد راتب النابلسي كيف يمكننا أن نسقط التوسط والاعتدال على وقتنا الحاضر كيف يمكننا أن نسقطها على منائجها على تعليمنا أيضا على ممارساتنا اليومية كيف يمكن أن تصبح منهجا وليست شعارا ممجوجا في بعض الحالات سئل بعض الأدباء الشرقيين ماذا نأخذ وماذا ندع من حضارة الغربيين قال نأخذ ما في رؤوسهم وندع ما في نفوسهم إحساسنا ملكنا وإحساسهم ملكهم والثقافة قاسم مشترك بيننا بل قال إن ثقافة أية أمة ملك البشرية جمعة لأنها بمثابة عسل استخرص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال وهل من المعقول إذا لذغتنا جماعة من النحد أن نقاطع عسلها هذا موقف متوصل أنا مثلا في الحديث عن مقاطعة أمريكا أنا أؤمن أن الكمبيوترات والبرامج العلمية والموسوعات نأخذها هذه تقوينها أما المستهلكات لها ما يماثلها مطاعم مثلا سيارات في أشياء تماثلها لكن في قضايا لا يجب ما يماثلها ندع ما في نفوسهم لأن ثقافة أية أمة ملك البشرية جمعاء لأنها بمثابة عسل استخرص من زهرات مختلف الشعوب على مر الأجيال وهل إذا لذغتنا جماعة من النحل أن نقاطع عسلها لا لا نقاطع عسلها هذا الموقف المتوسط هل يمكن أن نقول بأن التعليم يمكن أن يأخذ من الغرب ولكن التربية تأخذ من بلاد العربي والإسلامي يعني دائما وأبدا في عنا قيام وعنا معلومات المعلومات قاسم مشترك ولا خلافة حول المعلومات يعني الشمس والقمر والنجوم وقوانين الفيزياء لا يختلفوا عليها أسنان هذه مضطردة وشاملة أما القيم المبادئ لنا قيمنا ولهم قيمهم يعني في أشياء يفعلها الغربيون لا يمكن أن تطبق عندنا نحن دكتور وائل على بقية أخلاق عالية جدا أنا أقول بقية يعني في عنا بقية مرؤة بقية غيرة بقية تواصل أسري مرة أحد رؤساء أمريكا قال تهددنا أخطار خمسة فأنا قفز إلى ذهني قبل أن يتابع حديثه أنه التجمع الأوروبي مثلا اليابان الصين قال لا قال شيوع المخدرات انهيار الأسرة الجريمة الإباحية حي أخطار تهدد فنحن في عنا قيم وأنا أقول وأنا أعني ما أقول أن الإنسان المعتدل الوسطي يعرف إيجابيات بلده نعم وأنا حينما أسافر كثيرا أكتشف إيجابيات بلدي في عنا تواصل أسري الأب محترم الأم محترمة مرة أخ سافر إلى باريس شاهد شاب على نهر السين قال له ما الذي يخطر في بالك قال له أتمنى أن أقتل أبي قال له لما قال له كنت أحب فتاة فأخبها مني أنا أتصور أب في بلادنا يبيع بيته في أرقى أحياء المدينة ليشتري أربع بيوت في أطراف المدينة ليزوج أولاده نعم والله في عنا بطولات لا يعلمها إلا الله في عنا تماسك أسري مرة قال لي شخص بأستراليا قال لي بلغ أخواننا في الشام وأنا أقول الشام تعني سوريا والأردن والفلسطين قال لي بلغ أخواننا في الشام أن مذابل الشام خير من جنات أستراليا وني عايشين ببحبوحة كبيرة سألته لما قال لي يعني أنت أبنك إليك أما أنا أبني بالمئة خمسين قد يكون ملحدا وبالمئة خمسين أخرى قد يكون في أذنه حلقة ومعناها سيئ جدا ماذا تعني هذه الدكتورة؟ تعني الانحراف الأخلاقين وفي اليسرى حلقة المعنى أسوأ وفي الأذنين حلقتين أسوأ وأسوأ يعني واضحنا يا دكتور أيضا الشذود يقول الشذود الفاعل والمفعول نعم وهذه التي ترى الآن في المشاهد وفي المسلسلات وفي غيرها أبدا أبدا ويبهر الناس بها ولا يعرفون حقيقة نعم هكذا فنحن بخير نحن على بقية مرؤة على بقية تواصل أسري على بقية عطف أب محترم أم محترم جميل مدام أنك فتحت هذا الموضوع دكتور نظرة الإسلام إلى المرأة كيف إذا أردنا أن نقارن بينما نظر الإسلام فيه إلى المرأة وبينما نظرة المجتمعات الأخرى إلى المرأة برؤية الدكتور محمد راتب النبلسي صدق دكتور وائل لا أرى منهجا ربانيا رفع المرأة إلى الأوج كالإسلام والله لا أبالغ أن النبي الكريم لما فتح مكة تعي إلى أن يبيت في بيوتات كبرائها فقال أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة وآثر أن ينام إلى جانب قبرها عندما فتحت مكة عندما فتحت وركز لواء النصر أمام قبرها يعلم العالم كله أن هذه المرأة التي في القبر شريكته في النصر كان يقول الحمد لله الذي رزقني حب عائشة كان يقول أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئين يغلبن كل كريم ويغلبهن لئين كان عليه الصلاة والسلام يعني إذا دخل بيته بساما ضحاكا كان يقول المؤنسات الغاليات يعني أنا أرى مثلا بالقرآن واقتمروا بينكم بمعروف يعني تأمرها وتأمرك تنصحها وتنصحك تأخذ بيدها وتأخذ بيدك استشار أم سلمة في الحديبية وأشارت عليه بالصواب ونفذ مشورتها فالمرأة في أعلى مستوى والدليل ولهن مست الذي عليهن بالمعروف المرأة في الإسلام مساوية مساواتا تامة في التكليف والتشريف والمسؤولية مكلفة كما مكلف الرجل مشرفة كما هو مشرف مسؤولة كما هو مسؤول ولكن حينما قال الله عز وجل وليس الذكر كالأنسة أنا أقول الخصائص الفكرية والنفسية والاجتماعية والجسمية للمرأة كمال مطلق للمهمة التي أنيطت بها وخصائص الرجل الفكرية والنفسية والاجتماعية والجسمية كمال مطلق للمهمة التي أنيطت به هذا معنى وليس الذكروا كالأنسة درسنا في الجامعة كتاب كل واحد له خصائص درسنا في الجامعة كتاب 800 صفحة من ألف عالم نفس كبير اسمه بياجيه هذا الكتاب الفرق بين الذكور والإنس صدق دكتور وائل ما رأيت عنوانا يصلح لهذا الكتاب كقوله تعالى وليس الذكروا كالأنسة بس هذا تفرقة تفرقة خصائص لا تفرقة قيم لماذا الخطاب الإسلامي منذ سنوات طويرة لم يتنبه إلى هذه النقطة لماذا ترك الأمر حتى اختطف هذا الخطاب الإسلامي دون أن يوضح بهذا الشكل أنا حتى أوضح لك ما يخطر في بالي أحيانا يعني تصرفات سيئة من أزواج جهلة هم سببوا مشكلة كبيرة زوج جاهل لم يطبق أحكام الدين تطبيق حقيقي تسرع في أشياء كثيرة فسبب مشكلة هي نحن كنا في غنى عنها لو كان الأزواج على علم أو على دراية بحقائق هذا الدين يعني امرأة واحدة إن رأت الهلال يمكن أن يصوم مليار وخمسمائة مليون مسلم بشهادتها بس في أحيانا موقف معادل الدين فهناك أشياء مغالطات تستخدم لانتقاص من الدين لماذا لا نبني دكتور محمد راتب النابلسي أرضية مشتركة لنقل للغرب بأنه اليوم مدعون إلى نظام نتفاهم به سويا على أساس كلمة سواء على أساس قضية المرأة أم أن هناك عوائق أيضا وعوامل وهناك محاولات لتهميش المسلمين وعدم إظهار هذه الحقائق عن دينهم وعن المرأة أنا بخبرتي المتواضعة سافرت إلى ألمانيا وإلى الصين بوفد رسمي وجدت أن مخاطبة هؤلاء أجدى ألف مرة من مخاطبة المسلمين في بلاد غرب هؤلاء نحن وإياهم طرف واحد أما هذا طرف آخر هذا خاضع للدعاية الصهيونية السيئة هذا عنده تصورات عن مسلمين قطيرة جدا أنا أمضيت عشر أيام في ألمانيا وكذلك في الصين وكان لقاءتنا مع القيادات الدينية المسيحية والسياسية والأكاديمية فشعرت أنه واجب الدعاة إلى الله أن ينطلقوا إلى الطرف الآخر ليعرفوه بهذا الإسلام العظيم طرف الآخر منطقي بس خاضع لدعايات صهيونية خطيرة جدا فلو أن الدعاة توجهوا إلى هذه البلاد والتقوا مع قياداتها الدينية والأكاديمية والسياسية وبينوا عظمة هذا الإسلام لكنا في حال غير هذا الحال بل لو أن الجاليات الإسلامية فقط طبقت منهج الله في بلاد الغرب لكان موقف الغرب من المسلمين غير هذا الموقف لأن الغرب لا يمكن أن يقرأ كتاب فتح الباري ولا كتاب القرطبي هو يرى الإسلام من خلال هذا المسلم الذي قد يقدم تصريحا كاذبا فأنا أقول ما الذي حجب الإسلام عن الغرب المسلمون المسلمون حجبوا دينهم عن الغرب كيف؟ بسوء تصرفهم الغربي ما له مستعد يصل للدراسات العليا التي عند المسلمين يرى أن الإسلام هو هؤلاء المسلمون المقصرون أحيانا فنحن نريد أن نخاطب الغرب وأن نقيم مجتمع نقطف به ثمار الإسلام يعني بصراحة وإن كان كلمة مؤلمة إذا في عنا عنوسة عالية فرضا في عنا بطالة عالية في عنا فقر مثلا في عنا أمية ونحن نستورد ولا نصدر هي مقاييس حضارية الآن فإذا رأونا في هذا المستوى ربما عزفوا عن النظر إلى ديننا أنا لي كلمة ما بعرف مدى صحتها أقول إن لم تتفوق في دنياك اليوم لا يحترم دينك إن لم تتفوق في دنياك لا يحترم دينك ربما تقصد بها أن الثقل أيضا العلمي والتكنولوجي والسياسي له أثر في قبول دعوتك والغرب يؤمن بالقوة فإذا كنا أقوية أصغى إلينا واستمع إلينا لكن ألا ترى أيضا أن نشر المبادئ طبعا أنا أريد الآن يعني أن نقلل من الكلام وأن نكثر من العمل نحن حينما نقدم إنجاز حضاري كبير العالم الغربي عندئذ يصي إلينا أنا هذا الذي أتمناه على المسلمين يعني أنه قضية يعني ألا ترى دكتور قضية أن تعيش وحدك مستحيل طبعا فأنا بهذا العصر مضطر أن أعيش مع العالم كله والعالم كله متواصل نعم كان العالم خمس قارات حلق صار قارة صار بلد صار مدينة صار قرية صار بيت صار غرفة صار صدح مكتب نعم الآن ما يجري في العالم تراه بعد ثانية صحيح فالعالم متواصل الآن فنحن مكشوفون نعم والآخر مكشوف أمامنا صحيح يعني دكتور يعني هل ترى أن الإنجاز الحضاري الذي يمكن أن يقدمه المسلمون اليوم يمكن أن نستغل الأزمة المالية العالمية والانهيار المالي العالمي لنقدم لهم بديلا راقيا في النظام الإسلامي سيدي كنت مرة مندوب سوريا في مؤتمر إسلامي في القاهرة هذا المؤتمر شعاره إنسانية الحضارة الإسلامية فأنا آخر مداخلة كانت لي اتلون نحن سبعون دولة إسلامية وقد أنفقتم أموالا طائلة حتى عقد هذا المؤتمر وهيئنا كلمات تعبنا بها كثيرا وهي مؤصلة وألقيناها ولاقت قبولا رائعا وصفق لنا كثيرا ولكن ماذا فعلنا قلت لهم أقسم لكم بالله لم نفعل شيئا لأننا جميعا طرف واحد والطرف الآخر المعني بهذا المؤتمر مخاطب بعضنا غائب عننا نعم صحيح كنت أتمنى أن ننشئ محطة فضائية تخاطب الغرب بلغته وبوسائل إقناعه لكن لكان هذا العمل أكثر جدوى أو لو دعوتم علماء من الغرب إلى هذا المؤتمر والحقيقة في المؤتمر الثاني دعوا خمسة عشر عالما غربيا تنفيذا لهذه الوصية يعني أنا أريد نحن الآن لا يمكن أن نعيش وحدنا لا بد من أن نعيش مع بقية أنحاء العالم إذن لا بد من مخاطبته لا بد من أن نخرج من قطعتنا ولسنا انعزاليين أصلا بالعكس نحن منفتحون وهذا الأصل في إسلام والعالم الغربي يعني إقناعه ليس صعبا لكن يحتاج إلى بصداقه صحيح دكتور يعني إحنا لم يبقى معنا وقت طويل ويعني في جعبتي الكثير مما أحب أن أناقشك به ونستغل أيضا وجودك في هذا البرنامج لكن قبل أن أختم أريد يعني أن نطوف على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ولك يعني فكرة رائعة ورؤية جميلة جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ذبح الشاه كيف أنها تذبح بطريقة معينة ما هو الإعجاز العلمي الذي يراه الدكتور محمد راتب النابلسي في هذه الحقيقة أنه النبي الكريم له توجيه في ذبح الدابة نقطع أوداجها فقط دون أن نقطع رأسها وأنا أقول أن توجيهات النبي الكريم ليست من اجتهاده ولا من معطيات عصره ولا من ثقافة عصره ولا من خبرته إنما هي وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ثم أقول ليس على وجه الأرض في حياة النبي ولا بعد موته بمائة عام ولا بمائتي عام ولا بخمسمائة عام ولا بألف عام ولا بألف وأربعمائة عام جهة علمية قادرة أن تفسر هذا التوجيه لا تقطعوا رأس الدابة يقطعوا أوداجها الآن تبين قبل عقدين من الزمن أن القلب يتلقى الأمر بالنبض منه ذاتيا أن القلب عضو نبيل وخطير جدا لو ربط بالشبكة الكهربائية العامة وتوقفت الكهرباء العامة لمات الإنسان تماما كما لو كان هناك مستشفى لإجراء عمليات قلب مفتوح هل يعقل أن لا يكون في هذه المشفى مولد الكهرباء أنه في حالة من الحالات القلب واقف ويبدل صمامه والدم لقلب صناعي فلو قطعت الكهرباء العامة من الشبكة العامة لمات المريض فورا فلا بد من مولد ذاتي وهذه الحكمة من وجود مركز كهربائي في القلب يعطي الأمر بالنبض 80 نبضة وفي مركز تاني احتياطي وثالث مركز تاني وثالث بالقلب فهذا النبض نظام 80 نبضة بس أحيانا الإنسان بحاجة لمية وثمانين نبضة في طريقة معقدة الإنسان ماشي في بستان رأى صعبان ما الذي حصل انطبعت صورته على شبكية العين إحساسا لكن هنا لا تقرأ الصورة تنتقل الصورة إلى الدماغ إلى مركز الرؤية هناك ملف الصعبان الملف جاء من معلومات درسة في المدرسة وقصص من جدته سمعها وشاف صعبان مصبر في قطر ميزه هذه مجموعة المعلومات شكلت ملف الصعبان هذا الملف قرأ الصورة فأخبر الدماغ أنه في خطر لضغته قاتلة فالآن الدماغ ملك الجهاز العصبي ملك الجهاز العصبي الدماغ يلتمس من ملكة الجهاز الهرموني الغد النقامية ملكة أن تواجهها الخطر هذه الملكة عندها وزير داخلية اسمه الكذر فوق الكلية هذا الكذر يرسل خمس أوامر مباشرة أول أمر يرفع نبض القلب لمئة وثمانين نبضة الأمر الثاني يرفع وجيب الرئتين نعم فالخائف نبضه مرتفع مئة وثمانين وهو يلهس والأمر الثالث إلى الأوعية المحيطة بالجسم تضيق لمعتها فيصفر لونه هذا الخائف والأمر الرابع إلى الكبد لإطلاق سكر إضافي فيه 300 ميليغرام بالسكر أثناء الخوف وأمر خامس لإطلاق هرمون التجلط هذا يجري في ثواني الآن لو طبقنا هذا على الدم إذا قطعنا رأسها لبقي القلب ينبض بأمر منه ذاتيا ثمانين نبضة فقط لا يخرج من الدم إلى خارج الدابة إلا ربع الدم إذا بقي الرأسه موصولا عمل الأمر الاستثنائي من الدماغ إلى النخامية إلى الكذر إلى القلب النبض صار مئة وثمانين نبضة المئة وثمانين تخرج كل الدم نعم فلذلك الدم أخطر شيء بالدابة وهي مجمع السموم ومجمع الأمراض كل الدم نعم والدم نجس إذا سفح أو دم المسفوحة نعم فلذلك حينما وجه النبي أصحابه إلى قطع أوداج الدابة دون قطع رأسها بمعنى أنه أبقى الوظيفة المعقدة الثانية للقلب حينما يتلقى أمر من الدماغ عن طريق الكبر برفع النبو وبالتالي يخرج كل الدماغ الموضة وبالتالي الدم كله يخرج هذه الحكمة التي نعم وهذا ما لم يتوصل إليه ربما أحدث المراكز والبطوحة ومسارخ العالم نعم تعلق الدابة من رجليها وتقطع رأسها كليا نعم ويبقى معظم الدم فيها نعم سبحان الله العظيم يعني الحقيقة هذه آخر شيء لنتحدثها في الإعجاز العلمي الذي نحبه نعم لكن في قضية الاعتدال والتوسط الأمة الإسلامية مدعو اليوم لإنجاز حضاري متقدم يصبو بها إلى مراقي المجد والفلاح وأيضا أن تقدمه إلى الغرب وبدلا من أن نطالب وأن نقول اعملوا كذا وإعملوا كذا لنأتي إلى مراكز البحث العلمي لنفتح الجامعات لنرى العلماء الربانيين يتكلمون بما يرضي الله سبحانه وتعالى لنقدم مشروعا حضاريا إلى هذه الأمة وأمتنا إن شاء الله ماضية في مشروعها متقدمة وإن نصر الله قريب إن شاء الله ولأننا أمة وسط بمعنى وسطاء نعم بين الله وخلقه وبين خلقه بارك الله فيكم أشكرك دكتور العلامة دكتور محمد راتب النابلسي المفكر الإسلامي والدعي الإسلامي المعروف كما أشكركم أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم هذا محدثكم واء العربيات يستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة